اشتركوا في القناة ومن ورائها الدول الغربية للوهلة الاولى وانت تسمع هذا الخبر يخال الى ذهنك ان نظام الاسد هو من جنها بالفعل او ان المنظمة حازتها نيابة عنه فادارة الجائزة لم تلتفت الى 1400 شهيد الذين سقطوا في الغوطة جراء استخدام هذه الاسلحة ولا حتى الى 120 الف شهيد منذ بداية الثورة على يد هذا النظام فجل ما اثار اهتمامهم اقناع نظام الاسد بالكف عن قتل الشعب بالكيماوي وهو ما يعني اباحة ما دونها من اسلحة في قتل السوريين مراقبون تحدثوا ان هذه الجائزة اتت ضمن حملة المجتمع الدولي لاظهار الاتفاق الروسي الامريكي الايراني على انه انجاز عالمي لتحقيق السلام في سوريا وفي احسن الاحوال تعتبر اكبر تشجيع دوليا لجرائم الحرب وشرعنة للقتل بكل اصنافه وهو ما يثير استغراب البعض ان يتم استثناء الاسد وروحاني وبوتين من هذه الجائزة فطالما ان العالم قد شرعن الجرائم ضد الانسانية فما الذي يمنع تكريم القتل باسمائهم ولا يخفى على احد ان هذه الجائزة قد منحت سابقا لمناحين بيجن رئيس الوزراء الاسرائيلي الضالع بارتكاب مجازر ضد الفلسطينيين وهنا يتساءل اخرون او ليس الاصح ان تمنح جائزة نوبل للسلام للاطباء والعاملين في الاغاثة الطبية في سوريا لا لفرق الكيموي موسيقى